بالنسبة لكلام اللي قاله الكابتن ناصر وإن النهاردة كانت المباراة مثالية من جميع الوجوه بالنسبة للجمهور بالنسبة للفرقتين في الملعب كان فيه تعاون بين الكل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وجه الشكر والتحية إلى نادي أفاق ستيف وإداراته وجماهير الجزائر الشقيقة على كل ملقته بعثة النادي الأهلي من اهتمام ورعاية طوال فترة وجودها في الجزائر وأضاف أن البعثة تم استقبالها بحفاوة بالغة وكرم ضيافة وهذا ليس بجديد على الشعب الجزائري الشقيق كمان أضاف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شدد على الروح الطيبة التي سادت المباراة بين لعب الفريقين والتشجيع المثالي لجماهير وفاق ستيف وهو ما يعكس قيمة الرياضة التي تزيد من التقارب والمحبة بين الشعوب أتمنى كابتن محمود الخطيب التوفيق لنادي وفاق ستيف في الفترة القادمة والسعادة لجماهيره التي دربت مثلا في التزامها ورحة الرياضية العالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر